هذا الاهتمام الرئاسي الكبير وهذا الدعم غير المسبوك للبعثة المصرية وللأبطال انعكس على السطح الإعلامي والصحفي بالتحديد فشوفنا نتاج أبطالنا المصريين وميدالياتهم منشطات رئيسية في كل الصحف اليومية هقول لكم مثلا في الأخبار الرئيس السيسي يهنئ في ريال بزهبياتها في ريال والجند يصلان بمصر إلى الزهب والفضة بالوصول للرقم 6 توكيو 2020 تشهد أكبر عدد من الميداليات المصرية في تاريخ الأولمبيات قالت كمان الأخبار السيسي للبطلة في ريال أشرف شرفتين ورفعت رأسنا كلنا واللعبة ترد تحيا مصر برئيسها وشعبها اطلاق أسماء أبطال توكيو 2020 على المحاور والكباري وافتتاح مدينة مصر الدولة للألعاب الأولمبية بالتزامن مع العاصمة الإدارية الأهرام أيضا كانت عنوينها الرئيسية زهبية في ريال تشرق في سماء توكيو الكاراتيوة الخماسية اكتبان لمصر تاريخا جديدا في الأولمبياد في ريال أول فتاة عربية وأفريقية تحقق الزهب بمنافسات الكاراتية دعم القيادة السياسية وجهد الوزارة يضع الفراعنة على منصة التتويج 6 مرات وما اختلفش الأمر كتير في الجمهورية عن الأخبار والأهرام فكان منشطات الجمهورية زهبية في ريال فوق الخيال البطلة للجمهورية الميدالية الزهبية وليلة على مصر وقالت الجمهورية تحد الصعاب لرفع اسم مصر شابوه يا أبطال كلام هايل كلام في معاده كلام يستحق أكتر منه ولكن أنا أتوقف هنا عن هذا التعليق بتاع الأخبار إطلاق أسماء أبطال توكيو على المحاور والكباري وافتتاح مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالتزامن مع العاصمة الإدارية الجديدة وهنا نأخذ القاعدة الثانية الرياضية الخطيرة جدا أعطيني ملعبا أعطيك بطلا إذن اهتمام الدولة بيطبق ببرقيات ومتابعة من سيادة الريس ولكن يسبقه إيه عمل جاد إنه هو بيعمل مدينة أولمبية رياضية في العاصمة الإدارية عشان يقول للناس إحنا جاهزين لأي إبنت عالمي إحنا كمان أبطالنا حيروح حتة يتجهزوا فيها غير مسبوقة ده الكلام الجديد أستاذ إبراهيم إحنا عايشين في وقت بنشوف فيه الإنجاز ما بنسمعش عنه إحنا كنا في مرحلة من المراحل إنجازاتنا أحلام فتتحول إلى كلام ولكن التتحول إلى واقع ما تسمعش عنه غلما تشوفه هذا هو الرأع في من يعيشه في هذه اللحظات المعركة الحقيقية التي تعيش مصر هو سباق مع الزمن في رفع الكواليتي النوعية الجودة الجودة في كل حاجة في الحياة الجودة في العمل الجودة في البنية التحتية الجودة في سعينا نرجو أن نغتنم هذه الفرصة ونستثمر ما تقدمه الدولة للرياضة سواء من بنية تحتية أو من رعاية فوقية إن إحنا بقى ملناش عزر في أي تقصير